رحضينا المهندسة فتحية بوعبيد عضو مكتب القطاع العام بعيمات المهندسين التونسيين يومك سعيد للا مرحبا بيك نهارك سعيد ونهاركم زين الناس لكل انتي والفريق العامل معاك وصباح الخير لكل المستمعين لكم هذا الصباح مرحبا بيك وفرصة اليوم زيدا مش رحكيه على هالمهنة النبيلة اللي هي مهنة المهندس في تونس وشكون منها ما يتمنيش صغير ويطلع مهندس اليوم معيمات المهندسين وللأسف قاعدة تخوض يوميا نيضالات لرفع كل اللقات على الوضعية انت على المهندسين اليوم فما نزيف انت هجرة المهندس ما عادش قاعد في بلاده اللي انتو ما مش تخصولوا ميساحة كبيرة جدا في نهاية الأسبوع تقولوا فيها من بين اللقات لا إصلاح للمؤسسات العمومية دون تشريك المهندسين الحكاية وما فيها الحكاية وما فيها انا نحب نرجع لبداية تحديثك اللي قلت اش كون منها ما يتمنيش انه يكون مهندس ولا ولده مهندس ولا حاجة كان حلم في وقت والاوقات انا كنت صغيرة انا شخصيا اتفكر روحي من سنة ثانية وثلثة ابتدائي كنت حلمي وحتى اصحابي يفدلكوا علي مهندس المستقبل نحب نكون مهندسة بالنسبة لي حاجة كبيرة وكنا مرينا بالبركور هذيكا والمهندس التونسي معناها في جاهد بشيخه اللقب المتاعه اللقب المهندس اللي ما تحصلش عليه بسهولة كان شرط انه يكون من ضمن المتميزين على طول البركور الدراسي متاعه وكيف كيف طيلة تكوينه الهندسي معناها عقلية نوعا ما يزمك تخدم تخدم لكن في الوقت الحالي للأسف اذا كان انا نسأل غالبية الزملاء ولا حتى من غير ما نسألهم بعد الخيبات اللي عشني هالسنوات الاخيرة وكيف كيف الديجراداسيون ووضعية المهندس وقيمة المهندس على طيلة مراحل الحقيقة في تونس في السنوات الاخيرة ولينا كلنا كل واحد يقول ما نحبش والدي يكون مهندس يقول ينصح في والدي يقوله لا تبعها جهرة من غير الهندسة سمحني في الكلمة كما نقوله بالتونسي الهندسة ما توكلش في تونس للأسف ما توكلش ما تلقاش قيمتك وما تلقاش قدر دليل اليوم السيدة فتحية والمهندسة فتحية على خطر بالحق يقض عندها شارم المهنة هذية واللي ما زالوا برشا ناس متمسكين بالحلوم من تحهم انهم يطلع مهندسين ناسف الهجرة واخر تحديث للأرقام عندكم خطر انتك تحكيه على المهنة هذية في تونس اللي هي متوكلش خبز في دول أخرى تغري المهندسين اللي هم اليوم قاعدين يمشيوا مباشرة بعد انهم ما ياخدوا الشادة متاحهم وإلا حتى بالتجربة والخبرة متاحهم اللي يكتسبها في تونس بالضبط يعني كما قلت لك منذ سنوات وضعية المهندس في تونس قاعدة معناها في متواصلة وقاعد صاير فما نوعا ما تهميش لدور المهندس في تونس ولذا منذ سنوات طويلة نشهد هجرة كبيرة وعدد كبير من المهندسين اللي قاعدين يغادروا البلاد العدد هذية تطورت على مدى سنوات كانت من الأول بالخمسمائة مهندس وصلنا للألفين ثلاثة آلاف أحنا اليوم في معدل سنوي ستة آلاف وخمسمائة مهندس معدل سنوي سنويا يخرجوا من تونس ما بين متخرجين جدد وكن كل متخرجين جدد يكونوا في غالبيتهم من ذوي الإختصاصات اللي هي معناها في أعلى مستويات متاع الطلب من ناحية التقنية الحديثة كما مهندسين الأعلامية ومهندسين معنى الاختصاصات القريبة من ذلك وفي بقية الاختصاصات زادة كيف كيف مهندسين ذوي خبرة معناها تكونوا في تونس خدموا في تونس اكتسبوا الخبرة والتجربة في تونس وبعض الخبرة هذيك اللي اكتسبوها والكل يمشيوا ينميوا بها دول أخرى وينفعوا بها دول أخرى والحقيقة هو نازيف نازيف كبير هذيك عليش منذ سنوات عيمات المهندسين التونسيين معناها انطلقت في اطلاق صيحة فزاع على النقطة هذية وكان هذية منذ 2016 معناها قدمنا جراسات أعداد عملنا لقاءات بعثنا عملنا وقفات كل هذية باش ننبغوا لخطورة الوضع اللي للأسف هو نلقوه ما زال متواصل وننصر ما زال متواصل بل في تفاقم شديد معناها بالحق يجبنا وقف التأمل كبيرة يجب مهندسين نخليوهم لبلادهم تستنفع بيهم بلادهم وهو كذلك على خطر فما اليوم مهندسين شدي نصحيح انهم يقعدوا في البلاد يخدموا لبلاد هذية ساعات مهندس روجيه هكا عرض مغري انه يخدم في الخارج ولكنه يصر على انه يقعد في البلاد هذية هذا هو راول الانسان المهوس والمهبول بحب الوطن دونك في اخر تحركتكم على مستوى عيمات المهندسين هو الندوة اللي بيش تكون النهار السبت الموضوع امتاحه هو الطالب فيه بتطبيق الاتفاق 16 فيفري 2021 والقاضي بتعميل منحة الخصوصية كي ناس سمعوا منحة وقلوا انتوما تطالبوا بفلوس هي لحقيقة المنحة الخصوصية هذية وقرت وقرت المبدأ امتاحه بقرار من مجلس امن قومي نعقد في 2018 وقتها وقرت للكفاءات اللي فيها معناه حالة من الهجرة غير مسبوقة اللي هما كانوا الاسادة الجمعيين والاطباء والمهندسين اعطيت ولا وقعت تطبيقها لبقية القطاعات اللي هما الاسادة الجمعيين والاطباء جاء المهندسين المهندسين فصلوهم اعطاوا المهندسي الوظيفة العمومية ونحاو المهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية اللي انسميوا المصالحة اللي نقولوا لقطاع عام المنحة هذية فيه مجملها معناها معدل ابي بري ما بين 800 و 500 دينار اما المعدل ابي بري في ال 400 دينار ما هيشي باشتطعطها فرد مرة كيكان معناها على مرحل معناها نوعا ما في السنة ممكن ما تتجوزش المهندسي معناها في البيان انتو ما تقولوا ضروري تحسين اوضاع المهندسي المادية والمعنوية بداية بتطبيق اتفاق 16 فيفر 2021 مش في بالي معناها زيادة تعزوز مليل تلاتة مليل هي حتى هذه لا تعاوض معناها التدهور الكبير اللي صار للقدرة الشرائية متع المهندس واللي هو المهندس بالذات من ضمن اكبر القطاعات اللي صارت لهم تدهور في المقدرة الشرائية معناها مقارنة بكل القطاعات اللي موجودين معناها كالكسوا موظفين او كفاءات في الدولة التونسية لانه كل القطاعات زادت لها زيادات او في بعد من الثورة حتى التوى على مدى العشر اللي 12 عام اللي فادت فيما عدا المهندسين المهندسين ديراكت بعد الثورة مطالبوا حتى شي الناس الكل اخذت زيادات مرة واثنين وثلاثة المهندسين دي ما الطبيعة والطبيعة التكوين والبروفيل متاحهم دي ما منكبين على الخدمة معناها يسمعهم تيتو براجماتيك تيتو عمليين اكثر دونك خموا يخدموا ما خموش انه مطالبوا بزيادة ولذا صحيح هو طوى التونسي يقول لك لكله المقدرة الشرائية متاع الدهورة لكن مقارة بكل القطاعات المهندس هو اكثر قطاع صارت له تدهور كبير للمقدرة الشرائية فما معدل متاع سنويا المقدرة الشرائية متاع المهندس في الوظيفة العمومية في السنوات الاخيرة 1.3% سنويا وفما بالنسبة للموظفي المهندسي القطاع العام توصل حتى ل7% دونك المنحة في حد ذاتها ما هيش هي القيمة المادية القيمة المادية للشيء هو الأساس حتى المهندسين معناها في وقت من الأوقات وقت ينزلوا الشارع وطالبوا بتطبيقها هبطوا للشارع وهبطوا وقعوا وعملوا احتجاجات وتركوا مواقع العمل مواقع تجميع المهندسين إلا لإحساس الضيب اللي ينزل على اليوم وللقيمة المعنوية قبل المادية لكن ما نجمون سيدا ننكروا اللي المنحة المادي يمشي مع المعنوية معناها ما تنجمش أنت تخدم مرتاح وانت ماكش عايش مرتاح ما تنجمش تبسط كما نقولوا نوعا ما نظام في إدارة وانت اللي انت مشرف عليهم وضعيتهم المادية خير منك احنا هذية وصلنا له ريال مو معناها تلقى مهندس مشرف على إيكيب على فريق عمل فيها عشرة ولا خمسة ولا أي عدد يكونوا لكلهم وضعيتهم المادية خير منه والدليل على ذلك أنا فما معناها من ضمن اللي زانك دوت اللي كنت دايما نحطها كمثال بعض اللي ما يحبوش يصدقوا شيء هذية امشي لأي مؤسسة عمومية في الباركينغ تلقى كراهب الناس الكل معناها خير من كراهب المهندس معناها كراهب مثلا هذي نظام اللي هي بيانسير نحكي لك كأكزومبل والي هو يمشي للخارج يكون معناه في ظرف وجيز ويجيب أحسن ما فما الانتفاق متع 16 فيفري 2021 المتعلق بالمنحة مرة أخرى في تقدير كي نجم يكون جزء من الحل على الأقل لديمومة المهنة هذية اللي بقاء ابنائها في تونس خدمت بش يخدموا البلاد وينجطوا داخل البلاد هو كما قلت جزء من الحل احنا حتى كي قتلك خرجنا وطالبنا أو عملنا مراسلات أو وقفات احتجاجية أو ندرج في مرحلة من المراحل معناه هذية منعنش نحب نذكر المستمعين اللي منذ سنتين معناه المهندسين قاموا بتحركات احتجاجية على مدة 3 أجرة معناها ووصلوا في الآخير الاتفاق مع الحكومة والاتفاق مع الحكومة في الوقت هذا كمعناه الحكومة السابقة بديت في التنفيذ متاعه وبعد لأسباب عدة وقفت التنفيذ على بقية المؤسسات معناها بديت في مجموعة وبعد جيت نكرة الاتفاق هذية اللي بديت معناها تنفذ فيه ووقف التنفيذ لكن كما قلت راهو هو جزء من الحل هو الأساس في كل شيء هي قيمة مهنة المهندس واللي انتي قلت من له قلم قيمة المهندس للأسف في تونس فقدت قيمتها وفقدت معيارها وفقدت القيمة امتاحها اللي انه يطبق المهندس قاعد نوعا ما يصير له عملية تهميش كالكسوة في كل القطاعات في الوظيفة العمومية في القطاع ما يعبر عليه بالقطاع العام مؤسسات المشهئات العمومية وحتى في القطاع الخاص ولذلك المشكلة الأساسية أكبر من ذلك بالبرشة انه يجي نرجع قيمة المهندس كما هي باش مؤسساتنا ودولتنا تستنفع من قدرته هو على الانتاج ومن مردوديته واليوم نحكيه وليوم نحكيه على إصلاح باش زد الدولة في وقت مالوقات استثمرت فلوس فكالطالب هذيك وقت اللي ولا مهندس يخدم ويفيد دالب لدي الضبط ونحكيه على تنمية سمحني كيفاش نجمو نعمل تنمية وكيفاش نعمل اقتصاد قوي بدون مهندس معناه هذه معادلة لا تستقيم طيب وانتو من هنا دي ما تحطوا اللي فما علقة بين هجرة الكفاءات الهندسية بتردي أوضحهم المادية ومرة أخرى نذكروا اللي نزيف الهجرة قاعد بالضرورة يأثر على مردودية المؤسسات العمومية وهنا قوس باش نختمو بيها كان ممكن سيدة فتحية اللي هو انتم ما تطالبوا فيه بتشريك المهندسين في عملية إصلاح المؤسسات العمومية شنو المقصود؟ المقصود احنا منذ سنوات نحكيه على إصلاح المؤسسات العمومية كل الناس تعرف الوضعية المتردة للمؤسسات العمومية أو في غالبها ومشكلت على معضلة إصلاح المؤسسات العمومية هذية تيتر نحكيه عليهم منذ سنوات لكن ما يحظه في النفس أنه تصير ملتقيات وتصير ندوات وتصير دراسات كل هذية لدراسة وضعية المؤسسات العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية بدون تشريك المهندس المؤسسات العمومية في غالبيتها مؤسسات تقنية إذا كان نحكيه على ستاك على صناد في مراحل على التليكم قبلها عجل المؤسسات المؤسسات هذه العاملين والمشرفين عليها مهندسين الناشطين والمنجين فيها كل ينصير الخدامة وكل موظفي وعملت المؤسسات هذه لكن في قيادتها وفي إدارة الشأن التقني بالضرورة مهندس وحتى في الإدارة يكون في غالبيتهم مهندسين ولذلك كيف نحكي على مؤسسة عمومية وأنا نغيب لولد المؤسسة هذك اللي هو بالضرورة مهندس وإلا نغيب الجانب التقني وأهل الإختصاص على دراسات هذه دراسات تكون ما تشملش أهل الإختصاص اختصاصات رهي بالضرورة باش تكون دراسات منقوصة باش ما نقولش كلمة أخرى وتوى بالحق طلب هو طلب مادي الطلب هو طلب معنوي بالأساس المادي ينجر عن المعنوي أنا أعطيني قيمتي أعطيني نقوم بدوري كما يجب وأعطيني نقوم بدوري كما يجب في المؤسسة اللي أنا بنت المؤسسة هذيك ولا ولد المؤسسة هذيك وأعطيني أنا نحسنها لكن إذا كان أنت جي في المطلق من بره تقولي تحكيلي على تحسين وتفرض عليها سياسات ساعة تكون من خارج المؤسسة وما تنطبقش على المؤسسة هذيك هذي ناتج على شنو؟ ناتج على غياب دور المهندس في دراسة وتحضير الإصلاحات هذيك هذي لا ولا كبيرة اللي هو بالفعل لا لإصلاح المؤسسات العمومية ولا جدوى نقضو بها أنه لا جدوى لكل هالدراسات اللي قاعدة تكون وكل هالندوات اللي قاعدة تكون والمهندس غايد المهندس في تونس رهو عنده قيمته ورعنا أولاد البلاد ونحبوا نخدموا البلاد ونحبوا نخدموا مؤسساتنا ولذا أعطيونا الفرصة بش نبنيوا بلادنا بش نصلحوا مؤسساتنا ختامها نسألك فتحية تنوي مغادرة البلاد ولا بش نقعد في تونس؟ هو أنا كنت البره ورجعت بالحق أي ممتز كنت البره ورجعت أعطينا شنية الوصفة السحرية هنا شعور بلاديني ولا تحب تخدم بلاد البلاد ما كيفها حتى شي معناها الحقيقة معناها إذا كمش نحكي لك على تجربة الخاصة الإنسان ما نحبش نقول أنا المهندس في تونس في وقت من الأوقات يحس روحه غريب لكن حتى معناها البره تكون غريب ما نحبش نكون غريبة في بلادي لكن فضلت خطر دي ما ما فهم حتى شي كما البلاد وكما العائلة سعيدة إنك خديت القرار هذي وإنك ترجع تخدم في تونس مقتنعة بش نقول لك سعيدة ممكن مانيش سعيدة كما يجب لكن نحلم بإني نوصل للهدف اللي نشوفه ونحلم به في يوم الأيام لكن مقتنعة اللي أنا نرجع لتونس ونبقى في تونس ونبني تونس على خطر أولاد تونس على خطر الأولاد الصغار اللي توا عمرهم خمسة وستة وعشرة سنين واللي هو ما يقرأ ونحبوهم في يوم الأيام يكونوا مهندسين ويكونوا طببة لكل أحلامنا أولادنا تكون مهندسين تكون طببة تكون كذا ولذا إذا كان مش نمشي ونخليوا لهم البلاد سامحني فرغة شكومش يبنيها الله عليك الحقيقة هذي حاجة من الموجات الإيجابية الصباحية فنجدد تحيتي ولا نحي بالأساس قامنا حمزة ويبثيلي على هالاختيار من عبادة المهندسين شكرا لكم على المجهود اللي قادرين تقوموا بيها أولا ثانيا أنا ديما نحكي على الكافيات اللي هجرت البلاد ولكن عنا برشة 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 كافيات عادت للبلاد وخيرت أنها تخدمنا هنا مش مهندسين فقط بل من اختصاصات أخرى فنحييك على هالموجات الإيجابية اللي اعتذلنا في البرنامج وإن شاء الله يا ربي تتحقق مطالبكم بما يمكن من بقاء المهندسين التونسة أنهم يخدموا بلادهم ويخدموا بلاد بلادهم شكرا لك سيدة المهندسة فتحية بوعبيد عضو مكتب القطاع العام بعمادة المهندسين التونسيين شكرا لك مهاركزين عايشك مصلين لنا عودة في بقية متابعاتنا اشتركوا في القناة